صباح الفل صباح الهنى صباح السعادة والياسنين على احلى مشاهدين اهلا بكم معايا في اول حلقاتي من برنامج نعم استطيع الحلقة 258 الموسم 22 الحلقة النهاردة معاكم عن هقدم اول الفكرة بتاعتي المقدمة بتاعت البرنامج كلمة شهيرة بتاعت البرنامج نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم استطيع اقوال وافعال اول حاجة النهاردة معاكم ان انا معلش يا جماعة انا متوترة شوية بس اه هو انا مش هكلم معاكم في ان انا كنت ده حلم التفولة وكلام ده كله لأ انا هكلمكم في ان هي كانت فرصة وحبيت ان انا امسك فيها جدا بايدي وان انا ما سبهاش لحظة اه فانا بقول لأي حد مش شرط ان انت هتكون حلم من وينت صغير من وينت لسه بتكبر وان دوت يبقى حلم عادي ممكن تبقى فرصة ليك وممكن تجيلك مرة واحدة في العمر فانت لازم تبقى ماسك فيها وما تفردش فيها ابدا وكلام كتير قوي عايز اقوله بس عشان خطر الوقت البرنامج هتكلم معاكم في احب ان انا اول حاجة اشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جزير الشكر لي طبعا عن جميع اعماله لحية المطارية يعني عمل حاجات كتير اوي وانجازات كتير اوي الفترة اللي فاتت عايز اعرفكو بان انا بنت المطارية من الناس اللي منها الناس البسيطة يعني ابسط حاجة هم بيفرحوا بيها حابة اتكلم معاكم عن الانجازات اللي حصلت فيها الفترة اللي فاتت الفترة الاخيرة دي هنشوف دلوقتي الحاجات اللي هي تمت فيها وطبعا جزير الشكر للسيد الرئيس الثاني مرة عن جميع مخططاته لحية المطارية وتنفيذها وحب اشكر سيد رئيس الحي سيد اللوى حسام لبيب محمد رئيس الحي باعماله وانجازاته الجميلة اللي تمت للمطارية ويعني فيه اول حاجة بجد بجد احب اشكر عليها يعني نقل سوق الخميس من مكانه للمسلة يعني ما تعرفوش يا جماعة عد ايه بجد الواحد كان بيعاني وهو بيعدي بس من الطريق كده يعني بيعود ساعة عشان خاطر يعدي من ناحية السوق ده واته ريحة وحشة منظر مكزز الباقيعين الجائلين دودما بيممكن يلفزوا لفظ وحش لأي واحدة مثلا تتكلم معاهم او تكون بتتناقش معاهم في سعر او في اي حاجة فبيبقى فيه جوي كده مش لطيف خالص كده يعني كم من المشاكل اللي كان بيعملها سوق الخميس دوت في المكان فشكرا جدا ان هو تم نقله وحبه اشكر برضو سيد اللي هو لا مش سيد اللي هو خالص حبه اشكر نائب مجلس النواب نائب مجلس النواب عضو مجلس شعب استاذ واقل الطحون ان هو ثانية واحدة كده ما علش يا شيخ خاطر اعماله كتير قوي استاذ واقل الطحون بان هو كان عمل انجازات كتير عمل انجازات كتير يعني ساهم في انجازات كتير في الشارع المطراوي واصبح شارع سياحي عشان خاطر شجرة مريم كمظهر سياحي للناس تتبهى به زي الحسين زي شارع المعز يعني جزير الشكر لي بجده وانشاءات محطات الخدمة الوطنية اللي هو برضو تم انشاءها واستاذ واقل الطحون زي ما علش شيء اسفع اطلق بطه وسوق الخميس برضو يعني شارك في تسريع يعني كل دوت كان من مخططات الدولة بس هو ساهم في تسريع التنفيذ وشارك جدا في كل حاجة بتتم في المطرية حتى الكبري اللي كان من من مدان المطرية للحلمية برضو ده كان انجاز عظيم جدا وخلى الناس تعرف تمشي في وقت اسرع والطرق تبقى سريعة في التحرك مايبقاش فيه زحمة مايبقاش فيه تكدس للناس كتير وناس تتاخر على شغلها ودوت يعني وهذا كليل من كثير وحب اواجه الشكر ليهم بجد وجزيل الشكر ليكم حب بقى اكلمكم شوية نبعد عن التوتر خالص نبعد عن اي حاجة ممكن تلغوش علينا شوية كده الهيبة برضو بتخلي الواحد متاخذ حب اكلمكم النهاردة عن بنت جميلة جدا بسيطة قوي يعني هي نسمينها الفنانة التشكيلية بيتكلموا عنها وعن رسوماتها وعن موهبتها اللي هو يعني موهبة تتحس مش تتشاف بس فحب ان انا اعرض لكم معايا صور ليها ورسوماتها وحب ان انا اعرض لكم صور ليها على الشاشة تشوفوها معايا يعني رسوماتها جميلة الله اكبر في صور تاني دي ايدي دي صورة ايدي في صور تانية في صور تانية بس خلينا بقى عند دي كده نقف معلش شوية هي قالتلي ان الصورة دي خدت منها مجهود كبير مجهود عظيم بجد ورغم ان كانت فيها شوية لغبطة برضو محدش يقدر يفهمها غيرها وحست ان هي بعد ما خلصتها والناس عجبتها قوي لدرجة ان هي اتبعت منها اتبعت واتخدت منها بمقابل مادي هي كانت فعلا بتقولي انا فرحانة قوي يعني هي كانت فرحانة واحساسها كانت شديد بالفرحة من ساعة ما عملت الموضوع دوت ومشيت فين لما ابتدت بقى في موهبتها ونمتها من وهي صغيرة وموقفتش مع الكلام السلبي والكلام اللي كان بيجي لها الكومنتات الوحشة اللي هي انت مش هتكملي انت مش هتعرف توصلي لحاجة خليكي كده انت على طول فشلة مفيش حاجة توقفك مفيش حاجة تخليكي ما تعمليش اللي انت عايزايا مفيش حاجة ولا فيه كومنت يجيلك يخليكي ترجعي مكان ما انت ما وصلتي ما ترجعيش ابدا تمام فحب اعرفكم ان البنت دي من محافظة القاهرة من حي المطرية اسمها هدير سامي هو يمكن فيه تشابه اسماء شوية او هو مش تشابه اسماء هي انا احب اعرفكم ان دي مش حد تاني غري انا اللي بتكلم عن نفسي انا هدير سامي اللي تعبت وشقيت انا هدير سامي اللي شافت كلام كتير قوي يرجعها اللي ورا يخليها تحت السفر ورغم من كده اوحت واستمرت ورغم ان كان دوت برضه بجانب شغلي في مجال تاني خالص بعيد عن الرسمة بعيد عن الفن ورغم من كده استمريت وفضلت مستمرة عشان خاطر اوصل لحلمي عشان خاطر اقدر اقول نعم استطيع عشان خاطر اي حد كان في يوم من الايام شايفني مثلا فشلة انا ما عارفش اعمل حاجة ما ديت وجودها زي عدمها مثلا لا لا انا ابتديت ان انا فعلا يعني احقق حلمي بكل بقدر الامكان ان انا اوصل لحلمي لابعد الحدود ولا كومنت هيجي هيهزني ولا كلام هيجي يوقعني انا اللي كنت يعني بذاكر وبكتهد وبشتغل وبرسم وبتعب وبصهر بالليل ممكن ما نمشي اروح تاني يوم الشغل بتاعي ابقى مطبقة مثلا مش نايمة وكون اهم حاجة عندي بابقى فرحانة ان انا رسمت رسمة كويسة واللي ساعدني دوت فيه اهلي واخواتي وقريبي وصحابي وجراني وكلهم وقفوا جنبي بعيد بقى عن الناس المتشأمة الناس الحقودة اللي ممكن تبقى كرهة لك الخير مش حابة ان هي تشوفك احسن منها زي ما بيقولوا العين ما بتحبش الاحسن منها فلا انا النهاردة بقول لكم بقول كل بنت عايزة توصلي يعني بنت المتشأمة المحطمة عايزة توصلي احلامي مش عايب ان انت تحلامي احلامي وحققي وقسعي وقومي وفتحي دماغك ما تفضليش قاعدة مستسلمة لليأس وان انت محطمة ما فيش اكتر من ايام صعبة جدا عدت علي ورغم من كده تخطيت كل دوت وعديت كل الكلام ده ما فيش اضيع عمري عشان خاطر حاجة ما فيش حاجة تستاهل عليها ان انا اضيع عمري عشانها فانا عايزة كل بنت كل ست بتشوفني في بيتها عايزة توصل لحاجة فيه هدف في حياتها عايزة توصله اوصليله احلامي وحققي وانت هتقدري وهتسعي مش هيجي اكتر من اللي تهانت ووقعت وتزلت وتشتمت وتضربت وقامت ووقفت وساعت وحققت حلمها في الاخر حابة اني عرفتوا بقى على المواضيع دية كده ان انتو ايه تتكلموا بكل ثقة وان انتو تتكلموا بكل جرأة عن نفسوكو ان انتو ما تتكلموش بخوف ولا قلق عن ان انتو لو جواكو حاجة ما تخبوهاش لو جواكو موهبة حقيقي ما تخبوهاش لان ممكن موهبة تفتحلكو ببان تانية كتير بس كده انا احب اتكلم احب اعرف وقال اوه كده هنطلع فاصل هنطلع فاصل صغير للبنوتة الجميلة الى صاحبة المشروع المتميز رنجا وليمون دقتين بالزفت و هنطلع و هنطلع مع الاعلام الزميلي الجوكر مع السلامة